باتباع الطرق الصحية الحديثة في الانتاج والاستفادة من المحصول لما بعد الحصاد يعمل المزارع علي الزبيدي على تجفيف محصوله الزراعي للبرتقال وتخزينه للصيف القادم طالما هنا منشأة موجودة منشأة حية عملية التطهير والتعقيم والتشميع هذا هو كله يصب في صالح المواطن أن تقدم له بصورة صحية أيضا عدم التبكتر وعدم التعرض لأي تعفن في خروج من محافظة مأرب أولا في الصوق المحلي بالصورة القيدة حتى نستطيع أن نكسب رضاء الصوق المحلي والخارجي ويكون هناك برنامج حقيقي ما بين الوزارة وما بين شركة الصناعة والتجارة من خلال التصدير نستغل الفترة الحقيقية المناسبة لتصدير المنتج اليمني في ظل غياب وجود الصوق الأخرى المنافسة مثل المنتج المصري ومنتج الأفريقي مثلا نحن في شهر عشرة في شهر أكتوبر تكون في أصناف كدها ناظقة في محافظة مأرب قابلة للتصدير في الدول القوار في الماذا لا نعمل على مثل هذا التنصيق ومع محطة سد مأرب ونصدر الأسواق العربية حتى يتعرف الدول القوار على المنتج اليمني بشكل جيد هنا في محطة سد مأرب للإنتاج الزراعي يحتفظ مزارع والبرتقال بكميات كبيرة من فائض محصولهم الوفير لهذه الفاكهة الشتوية متعددة النوع والمذاق وبدوره يقوم مصنع سد مأرب الزراعي بتخزين البرتقال ومعالجته كيميائيا وفق الأسس العلمية المتبعة في عملية التجشيف الصناعي للمنتجات الزراعية التي تمر بمراحل حدة الفكرة الأساسية في إنشاء هذه المحطة أتت من أجل تقليل الفاقد ما بعد الحصاد الذي كان يعاني منه كثير من المزارعين ومحاولت توصيل المنتج اليمني على جوده وأعلى قوام وأجمل مظهر إلى السوق الخارجي والسوق الداخلية وفي المصنع يتم تغسيل وتشميع البرتقال من أجل حفاظ عليه الفترة أطول فترة تخزينية أطول وظهور لمعة تسويقية جدا في المنتج والحفاظ على الوزن وعدم فقدان الوزن وزيادة المعدل التسويقي للحمضيات فمن مرحلة السكبي ووحدة الغسيل والذي بدوره يزيل التراب من مسامات البرتقال تأتي مرحلة التشطيب والتجفيف تمهيدا لتعبئة المحصولة وحفظه في الثلاجات وفق درجات الحرارة والرطوبة الموزونة علميا من ناحية الإنتاج المصنع بين تيج 15 طن في الساعة منها على عبوات مختلفة منها عبوات 15 كيلو كرتون وعبوات 7 كيلو بالإضافة إلى السلات التي تستخدم في التسويق المحلي الحمد لله نحن الآن لم تلك فريق قيد في عملية الإنتاج وعملية التغليف ذو خبرة لأكثر من ثلاث سنوات ولدينا المقدرة الآن لزيادة الطاقة الإنتاجية وغزو الأسواق المحلية والأسواق الحارقية وأنت تتجول بين حقول البرتقال عن يمين وشمال في مارب ومزارع ضفاف السد يتبادر إلى ذهنك أرض الجنتين الخالدة ذكرها في القرآن الكريم فمارب هي اليوم سلة الجمهورية الغذائية من فاكهة البرتقال التي ترفض السوق المحلية كما تسطر الفائض إلى دول الجوار وتنتج مارب أصنافا عدة من فاكهة البرتقال التي تحوي قيمة صحية كبيرة بتعدد أنواعها وتنوع قيمتها الغذائية كما تأتي مارب في المرتبة الأولى في الإنتاج الزراعي والأولى في إنتاج فواكه الحمضيات بنسبة 75% من إنتاج الجمهورية ويقدر حجم إنتاجها من البرتقال بـ 60% من إنتاج اليمن تقريبا ما جعلها رافدا اقتصاديا مهما في تزويد الأسواق المحلية في المحاصيل الزراعية تعد عملية التجشيف الصناعي والتخزين الصحي لفاكهة البرتقال من أهم الطرق لمواجهة خسائر كساد المنتج وانخفاض قيمته الشرائية في موسم حصاده كما إن التجفيف والتخزين الصناعي أرخص تكلفة وأبعد أثر في الاحتفاظ بالفاكهة لأطول مدة وتوافره في السوق طوال العام اشتركوا في القناة